موسيقى السلام عليكم اليوم راح ندخل بنقاش مع التكثيرين حول زيارة القبور والكل تقريبا يعرف استهزائهم بالقبور وزيارتها وأخذ الموعظة منها أو التبرك بها السؤال يقول ليش التكثيريون مارقة الفكر والأخلاق يمنعون ويقفون بوجه من يزور القبور من السنة والشيعة ويكفرون من يزور القبور تعالوا ياه حتى نعرف ماذا يقولون يقول التكثيريون المارقة أكو رواية بصحيح البخاري تقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الأغصى هنا ملة التكثير استغلوا هذا الحديث وحرموا حتى زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن باقي قبور الصحابة رضوان الله عليهم باعتبار أن النبي قال لا تشدون الرحال إلا للمسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة والمسجد الأغصى في فلسطين لكن هل النبي محمد صلى الله عليه وآله قصد بهذا الحديث أنه بعد ما نزور القبور حتى قبر الشريف وقبر الأمة والصحابة كما يدعي الخوارج المارقة أولا أعزائي أحبابي هذا الحديث ذكر ثلاثة مساجد فقط هذه المساجد الثلاثة هي اللي نسافر لها أو نسافر على موتها وعلى موت اللي بيها هذا مو موضوعنا وما عداها من مساجد لا يجوز السفر إليها وهذا حسب رواية البخاري صحيح ولا مو صحيح؟ نعم صحيح انتبهوا ثلاث مساجد فقط تشد إليها الرحال المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأغصى زيان يا تكفيريين يا مارقة ومسجد قباء ما يصير واحد يشد الرحال إليه؟ شو تقولون يا ملة التكفير؟ مو هذا مسجد قباء كان النبي محمد صلى الله عليه وآله يزوره والصحابة كانوا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله يزورون ويشدون الرحال للمسجد قباء عزيزي مو أنا اللي يقول هذا البخاري في صحيحة في كتاب فضل الصلاة هو اللي يقول أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين يوم يقدم بمكة ويوم يأتي مسجد قباء فأنه كان يأتيه كل سبت كل يوم سبت كان عبد الله بن عمر يأتي مسجد قباء نكمل الحديث وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يزوره راكبا وماشيا عبد الله بن عمر يروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يزور مسجد قباء وهو راكب وهو ماشي أسمعوا يا مسلمين عبد الله بن عمر يقول رسول الله يزور مسجد قباء راكبا وماشيا وهو نفسه ابن عمر طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل سبت يروح يزور مسجد قباء ها وينكم يلتكشيرين يا مارقة طلعوا رؤوسكم تقولون لا تشد الرحل إلا للمساجد الثلاثة ما هذا مسجد قباء النبي صلى الله عليه وآله يزوره والصحابة اتخذوا سنة وقاموا يزوروا كل سبت هس يجيك تكفيري متحجر ويقول لك مسجد قباء قريب من موطن النبي صلى الله عليه وآله وبالتالي الذهاب له ما يعتبر سفر وإحنا نقول له يا تكفير يا حباب يا وردة يعني إذا سافر الآن من العراق إلى مسجد قباء وأطبق سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأيضا سنة الصحابة من بعده كسنة عبد الله بن عمر وزيارته لمسجد قباء كل يوم سبت والصلاة هناك يعني أكون كافر ومرتد إذا طبقت سنة النبي صلى الله عليه وآله لأنه ليس أحد المساجد الثلاثة ياريت عقولكم يا مارقة شوية تفتحوها وإذا محجرة خلوا عليها زية المحرك بيك تتحرك إذن ما معنى الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هل يفهم منه أنه لا تشد الرحال لزيارة أي مسجد ولا قبر النبي محمد صلى الله عليه وآله ولا قبر الأمة والصحابة والصالحين كما فهم المارقة الخوارج ابن حجر العسقلاني عندما شرح كتاب صحيح البخاري ووصل لهذا الحديث حل المشكلة وألقم التكفيرين حجرا وقال لهم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد حسب الحديث هذا يعني بعد ما نسافر أبدا إلا لهذه المساجد وهذا الكلام مصحيح لأنه إحنا نسافر للتجارة ونسافر لزيارة الأقارب ونسافر لطلب العلم فما معقول النبي محمد صلى الله عليه وآله ما يقبل انسافر لهذا الغرض والحل حسب قول الأسقلاني أن المعنى هو لا تشد الرحال لمسجد للصلاة فيه إلا هذه المساجد الثلاثة أما إذا تريد سافر وتشد الرحال لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وآله هذا هو مو مسجد أصلا حتى نهى النبي عن شد الرحال إليه روح من منعك النبي تحدث عن المساجد حصرا تدرون أعزائي حتى الأسقلاني كان منتبه لهذا الحديث ويعرف ما رقت هذا الزوان ودرجة غباءهم فبعد أن بين هذا المعنى قال بالحرف الواحد فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله أعلم الحمد لله رب العالمين وحتى السبكي شرحوا أعطى وجه آخر للحديث وقال لهم حديث شد الرحال لا يفهم منه المنع من زيارة القبور وإنما يفهم منه لا تروحوا القاصدين للمكان الذاتي إلا للمساجد الثلاثة أما إذا تروحون لطلب العلم أو غيره لأي مسجد ماكوا أي شكال بالسفر لهنا عرفنا أن التكفيريين المارقة يقتلون الإنسان اللي يعتقد بزيارة القبور ويستدلون بحديث شد الرحال وعرفتم ويانا من خلال النقاش البسيط الواضح ورأي بعض العلماء أن النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يدور حول المساجد أما غير المساجد فما لها علاقة بالحديث وتفسيرات أخرى ذكرها العلماء يعني يا أخوان استدلالهم مو صحيح بس قل لي التكفيريين التيمية افتهموا كلام العلماء وتفسيراتهم راح أقل لك لا ما افتهمهم تقل لي ليش أقل لك التكفير المارق راسه ما بي فكر وعلم وأخلاق راسه مملي سب وشتم وغلط وفحش تستحي تقرأ روحوا وشوفوا تعليقاتهم ادخلوا معهم بنقاش وشوفوا أخلاقهم فواحدهم ما يفهم الاستدلال والنقاش العلمي لازم تتنزل المستوى وتتخلى عن أخلاقك وتتلفظ بألفاظة يلا عود يفهم منك لكن هاي هات كذا قدبت حتى صار من خلقي أني وجدت كمال الشيمة الأدبة بعد أن أبطلنا استدلالهم بحديث شد الرحال نجي للأدلة التي شرعت شرعت؟ نعم تشريع زيادة القبور وخاصة قبور الصالحين بيها تشريع من نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله هو اللي شرع لنا زيادة القبور وراح نجي على أدلة زيادة القبور دليل دليل بهذه الحلقة والحلقات القادمة الدليل الأول الواضح الصريح البين على مشروعية زيادة القبور اللي يلجم أفواه المارقة أن البخاري في صحيحه كان يروي ويتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وعن الغزوات وذكر لنهاي الرواية يقول البخاري صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال سمعت زين صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات النبي صلى الله عليه وآله يزور القبور ويبشي وحزن عجيب بحيث حال الشريف كما يصفه الإمام البخاري مثل المودع للأحياء والأموات يا مسلمين زوروا قبر النبي صلى الله عليه وآله لا تخافون من التكفيريين وفراغهم وجهلهم الفكري زوروا قبور أمتكم وابكوا عليهم يا شيعة زوروا قبور أمت أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله وابكوا على مصاب الإسلام هذا تشريع من رسول الله صلى الله عليه وآله بزيادة القبور شن الفرق صلى على قتل أحد بعد ثمان سنوات أو بعد عشر سنوات أو بعد مئة سنة أو ألف سنة شن الفرق المهم ماتوا مرة السنين وزارهم وصلى عليهم وحزن عليهم حزن شديد هذا الدليل الأول على مشروعية زيادة القبور ونكمل باقي الأدلة في الحلقات الأخرى دمتم في رعاية الله وحفظه في أمان الله